بص يا جماعة الخير عزيز المواطن الغلبان عزيزة المواطن الغلبان الحكومة دي عايزة تلم 16 مليار دولار عشان تكمل موازنة السنة دي قبل ما السنة تخلص عايز تعرف هي تقريبا هتعمل مثلا من 16 مليار دول تجيب قروب بتاع 6-7 مليار لو جدعانة قوي هجيب قروب بتاع 10 مليار اي رقم مش هيجي من القروض من الخارج حضرتك اللي هتدفعها اضرب بقى الستة مليار العشرة مليار السبعة مليار ايا كان الرقم اللي مش هيعرفه يجبه من الخارج فاربعة وعشرين ونص على سعر النهاردة فانت ممكن تصحى منين نوم تلاقيه بيقولك حضرتك مبارح حلمت تلات احلام فطورته ما هي عايزين فطورة الاحلام بتاعتنا عادي جدا يا عم انا ما احلمتش انا ما احلمش اصل مناش دعوة احنا مسجدين عند حضرتك في العداد احلامك حضرتك يقولك انت حضرتك بتستخدم التليفون هتدفعك زيادة حضرتك بشاف سجارة هتدفع اضعاف كل حاجة هيقدر يحمل عليها ما تبقى من الموازنة العامة للدولة ضرب اربعة وعشرين ونص حضرتك بقوني اللا شايلها معانا تنزل حداشر حداشر تطلع اتناشر اتناشر تلاتاشر تلاتاشر خمستاشر خمسة وعشرين سبعة وتلاتين اي ان كآن الارقام اللي حديث بتحبها او بتكرهها مؤيد كنت او معارض بتحبهم او مش مستدقل دمهم مبسوط او مش مبسوط فاجهة زيادة معلم لانه الفلوس اللي جاية اللي الحكومة محتاجاها هتطلع من جيبك ده ايوة ده جيبك ده بس دي قصة باختصار فالنهاردة الحكومة افتكرت المحل التجارية دي اللي اللي لازم محتاجين نطلع منها مصلحة هيطلع منها مصلحة والله الناس بتمشي لمؤاخذة لابسها جزم برباط هيطلع فطوع هيطلع ضريبة الجزم مرباط الناس بتلبس صندل هيطلع فطورة الصندل كده هيفضل يشتغل على المواطنية حاجة 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 حاجات كتير جدا جدا برا العرف وبر العقل واحيانا برا المتعرف عليه في شؤون مصر والمصريين منذ بداية الحضارة المصرية في سبعة تلاف سنة بس المهم يكمل 16 مليار دولار فادعوا معايا بعون الله حد يديله 16 مليار دولار دول ونخلص من هذا الهم الثقيل او توفوا انتوا بقى مع نفسكم تشوفوا وتعملوا اشتركوا في القناة